تحية إلى شهداء مصر الخالدين في ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حرا أبيا وتحية إلى رجال الدبلوماسية المصرية الذين خادوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة وتحية إلى روح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي اتخذ قراري الحرب والسلام بشجاعة الفرسان وبرؤية القائد الذي يتطلع لتوفير المناخ الآمن وتحقيق الاستقرار لشعبه وكافة شعوب المحبة للسلام إلى أن استعدنا الأرضنا كاملة لنبدأ بعدها مرحلة جديدة في تعمير سيناء الغالية لكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها ولعلكم تلمسون حجم المشروعات التي تنتشر فوق ربعها والتي تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالي سيناء الحبيبة ترجمة نانسي قنقر